موسيقى بين عرصات المدرسة القرآنية العامرة للشيخ الحاج أحمد المغيلي بقصبة القيد أنزقمير وليت أضرار اختتهم التلاوة عطرة للقرآن الكريم كاملا أو ما يعرف محليا بالسلكة على روح العلامة المرحوم الشيخ سيد محمد بالكبير يحضر معنا عدة مشايخ وفيها لقاء المشايخ مع بعضهم البعض ويتم ختم هذه السلكة طيلت ثلاثة أيام فيأتنا والحمد لله الطلبة من جميع الولايات ومن جميع المدن يتلاقون في هذه الذكرى وفي هذه المناسبة هذه السلكة المقامة أراد بها شيخنا سيد أحمد المغيلي رضي الله عنه وأرضاه أن يربط الأجيال بعضها ببعض وأن يعبر عن حبه لشيخه فمعاشر تلمدت الشيخ محمد بالكبير كبيرهم صغيرهم حيهم وميتهم فإنما يحضرون لهذه المناسبة من أجل ماذا؟ من أجل أن نكون ملمين بحاضرنا وغائبنا وأن يكون التسامح في كبيرنا وصغيرنا والتقاء مع أخواننا التلاميذ من كل صوب واحد من كل بلاد نطلقهم مع أحبابنا كانوا نمشناه بعام كانوا نمشناه عامين كانوا نمشناه خمسين نطلقهم معه ونتودوا معه ونتحبوا معه وربما ندوم لهم أي فائدة نتيجة بها ونتيجوا له بها يكفينا فخرا أننا تعرفنا على إخواننا وعلى هؤلاء الطلبة أنوار الدنيا حفظت القرآن حفظت كتاب الله حفظهم الله وحفظنا معهم إن شاء الله وحفظنا أولادنا وحفظ بلادنا الجزائر مشيخ وطلبة علم جمعتهم محبة قطب من أقطاب العلم والدين خلف ورأه تلامزة زينتهم العمائم وحملوا مشعل الوسطية والاعتدال في نشر وتعليم الدين أينما حلوا وارتحلوا ترجمة نانسي قنقر